لمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد أصدر المجلس البابوي للحوار بين الأديان رسالة تحت عنوان المسيحيون والمسلمون معاً لحماية أماكن العبادة جاء فيها يعتبر شهر رمضان محورياً في دينكم وبالتالي فهو عزيز عليكم على المستويات الشخصية والعائلية والاجتماعية إنه وقت للشفاء الروحي والنموي ومساعدة الفقراء ولتقوية الروابط مع الأقارب والأصدقاء وبالنسبة لنا نحن أصدقاؤكم المسيحيين فهو وقت ملائم لتعزيز علاقاتنا معكم من خلال لقائكم في هذه المناسبة والمشاركة حيث أمكن في إفطار وبالتالي فإن رمضان وعيد الفطر مناسبات خاصة لتعزيز الأخوة بين المسيحيين والمسلمين وبهذه المشاعر يقدم لكم المجلس البابوي للحوار بين الأديان أطبع تمنياته وتهنيه القلبية يرافقها الدعاء كما أكد المجلس البابوي في رسالته أن أماكن العبادة تحتل مكانة هامة لدى كافة الأديان السماوية فالكنائس والمساجد هي بالنسبة للمسيحيين والمسلمين أماكن مخصصة للصلاة الشخصية والجماعية على حد سواء وأن كل محاولة لمهاجمة أماكن العبادة أو تهديدها عن طريق الاعتداءات العنيفة أو التفجيرات أو التدمير هي انحراف عن تعليم الأديان وانتهاك واضح للقانون الدولي اشتركوا في القناة